قصتنا هي قصة وفاء هذا الكلب حيث ماتت أمه بعد ولدته فأوكل صاحب المزرعة تربيتي لهذه البقرة ومرت الأيام وكان الكلب يعتبر أن البقرة هي أمه بالفعل وفي يوم من الأيام قرر صاحب المزرعة أن يبيع هذه البقرة لجاره ولما رأى تخرج من المزرعة وهو لا يستطيع أن يتتبعها حزن كثيراً وظل يبكي وفي يوم من الأيام سمع صوتها فهرول إليها ووصل إلى أمي أخيراً وسعد بها لكن صاحب المزرعة يأتي ويأخذ مرة أخرى عاد لكنهم تناعن الطعام وأخيراً قرروا إعادة أمه إليه علمهم يا صديقي معنى الوفاء الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة أما الكلام فالجميع يتكلم الأشخاص ليسوا مخلصين لك هم مخلصين لاحتياجاتهم لك بمجرد أن تتغير احتياجاتهم يتغير إخلاصهم لك